اشتركوا في القناة وبركاته نلتقي مرة اخرى في درس جديد من سلسلات الدروس المتعلقة بتعلم اساسية البرمجة فهذا الفيديو ان شاء الله سنتعلم كيف نسجل عملا قمنا به في سكرتش ولكن هذه المرة بالصوت في المرة السابقة تعلمنا كيف نسجله في برنامج VLC Media Player ولكن بدون صوت الآن سنختار لكم برنامج جديد أولا قبل ذلك سنقوم باختيار عمل سابق قمنا يعني بإنجازه نختار فيشي ثم نختار هذا العمل هذا إذن لكي لا نضيع الوقت جيد إذن هذا العمل يعني قمنا به سابقا وهو جعل سمكتين تتحركين وسط يعني الماء جيد إذن كيف سنسجل هذا الفيديو بالصوت إذن أولا يجب علينا أن يعني نحمل برنامج جديد يسمى نحمله من جوجل يسمى سكرين أو ماتيك إذن نكتب سكرين إذن ها هو كتبة سكرين كوست أو ماتيك إذن هذا البرنامج يقوم بتشجيل الإكران أو تشجيل الشاشة يعني بمجان ولكن في حدود خمسة عشر دقيقة فقط إذن عندما تحمله إذن لونش فري روكوردر إذن نضغط على هذا الزر إذن الآن لاحظوا ستحصل على هذا النفذة إذن هذا النفذة ماذا تقول؟ تقول بأنك يمكن أن تسجل الإكران يعني الشاشة الكاميرا أو هما معا إذن بالنسبة لي أنا في هذا الكمبيتر إذن يعني قمت بتثبيت هذا البرنامج سابقا إذن أنتم ستقومون بتثبيته ثم ستقومون بالتشجيل بالنسبة لي دوري ماكسيمان خمسة عشر دقيقة لاحظتم أن خمسة عشر دقيقة لا يمكن تجاوزها فمن أرد أكثر من خمسة عشر دقيقة فعليه أن يشتري النسخة إذن هنا يجب أن تفعل الميكروفون هنا إذن إذا أردت أن لا تفعله تضغط على أوكا وهنا الآن ضروري أن نفعل الميكروفون لنقوم بتشجيل يعني الصوت جيد إذن عند البداية تقوم بالضغط على هذا الزر الأحمر وتنتظر الآن يقوم بالتشجيل إذن سنسحب هذا النفذة إذن الآن هو يسجل لاحظوا إذن خمسة واني ستة واني وعندما نريد التوقف سنضغط على هذا الزر بوز إذن نفتح برنامج سكراتش الآن لدينا كائنين سمكتين إذن فقط من أجل يعني تشجيل فقط سنضيف سمكة ثالثة نضيف اختيار لتا فيش هنا إذن فيش هنا هي فيش نذهب إلى لالتر أف فيش نضيف هات السمكة الجديدة إذن طبعا كما سبقنا إذن سنحترم نفس الخمسين نقوم بتصغيرها إلى خمسين ثم نذهب إلى كوستيم لنبدلها إذن سنختار هذا اللون الأصفر إذن تصبح سمكة صفراء بالطبع كما تعلمنا سابقا إذن ما علينا سيما أن ننسخ هذا الكود وأعطيناه للسمكتين السابقتين ثم نعطيه لهذه السمكة الحالية لتقوم هي كذلك بدورها بالتحرك إذن سنوقف العمل ثم نعيد مرة أخرى إذن لاحظوا لدينا ثلاث أسماك الآن تسبح بكل حرية إذن بالنسبة لهذه السمكة إذن لاحظنا أنها تنقلب كثيرا إذن سنقوم بيعني تعديل الديريكسيون الآن ها هي تسبح يعني بشكل جيد مثل بقي السمكات إذن كل هذا العمل الذي نقوم به فهو الآن يتسجل إذن وصلنا إلى دقيقة 48 يتسجل بالصوت والصورة وطبعا كما قلنا يتم ذلك في حدود 15 دقيقة إذن لا يتم تجاوز 15 دقيقة وإلا ما عليك إذن شراء النسخة الاحترافية إذن إذا أردت أن تحبس أو توقف التشجيل ما عليك سوى الضغط على هذا الزر الآن الآن التشجيل توقف إذن لم يعجبك التشجيل فيمكنك أن تمسحه سيبريمي تو إذا أرى عجبك التشجيل وتريد أن تتم العمل إذن تضغط على إذن يفتح لك نافذتين إذن إحنا لا نريد أن يعني ننشر هذا الفيديو نريد أن نحتفظ به نضغط ثم سيفتح لنا هذا النافذة هذا النافذة تقول عندها بزاق يعني كثير من الإزوبسيون تليشارجه سور سكرين يعني إذا أردت أن ترسل هذا الفيديو إلى يعني الموقع موقع سكرينكاست أوماتيك أو ترسله إلى موقع يوتيوب أو ترسله إلى جوجل درايف إذن نحن هنا نحتاج كل هذه الخاصيات إذن نريد فقط أن نشجل الفيديو نضغط على في الصوفقار دي فشي فيديو إذن يعطينا مجموعة من الإزوبسيون إذن تيب تشجيل على شكل MP4 لنان دي فشي إذن نحن سنبدل هذا لنان فشي سنبدله إذن سنكتب سكراتش مثلا سكراتش 1 إذن عفوا أي دوسية تريد ديسكتوب يعني البيرو يعني بالإنجليزية ثم سلني الكيرسور الكيرسور هو هذا يعني هذا السهم إذا أردت سلني شانجي كاشي جس إذن نحن سنتركه كما هكذا السلني الكيرسور ثم من بعد ذلك ستقوم بالضغط على بيبلي ليتم تشجيل هذا الفيديو وتحويله إلى MP4 إذن تلاحظون إذن وصله الآن إلى 15% 19 20 إذن بعد الانتهاء من يعني تحميل هذا الفيديو ستحصلون على فيديو يعني بالصوت والصورة للعمل الذي قمتم به وذلك دائما في حدود 15 دقيقة إذن ننتظر حتى يصل إلى نسبة 100% إذن وذلك يعتمد على يعني قوة يعني الأوردناتور أو قوة الجهاز البحمول الذي يعني تمتلك إذن كما تعرف فالأجهزة الحديثة يعني يعني تنجز العمل بسرعة والأجهزة القديمة شيئا ما إذن فهي يعني تتعطل نعم إذن من لم تعجبه يمكن أن يضغط على أغط في يتم إيقاف العمل إذن الآن 90% إذن الآن سيتم العمل إذن وصلنا إلى 100% جيد إذن إذا أردت أن ترى الفيديو أن تذهب إلى إذن يعني ترى التنسيل موجود فيه نحن هنا وضعناه في بيرو إذن ها هو راح إذن ها هو إذن يقول لك ها هو ثم إذن ما علينا إلا أن نغلق الآن إذن بلاي فيديو تضغط على بلاي فيديو إذن سيقوم بيعني تشغيله بالتجير إذن سنسحب النفيدة إذن الآن هو يسجل إذن كما تلاحظون 5 ثواني 6 ثواني جيد إذن سنغلق الآن ثم نغلق كذلك سكرتش إذن نشكركم على حسن تتبعكم وإلى اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله إذن الآن ستلاحظون الفيديو في شكله النهائي مسجلا ببرنامج سكرين كست أوماتيك وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلامة المائية للبرنامج يعني الكتابة سكرين أوماتيك تبقى في الفيديو بينما توقيت وأزرار التشغيل والإيقاف التشجيل تختفي عند يعني تحويل التشجيل إلى فيديو إم بيكاتر بالتشجيل إذن سنسحب هذه النفيدة إذن الآن هو يسجل لاحظوا إذن خمسة ثواني ستة ثواني وعندما نريد التوقف سنضغط على الزر إذن نفتح برنامج سكرتش الآن لدينا كائنين سمكتين إذن فقط من أجل يعني تشجيل فقط سنضيف سمكة ثالثة نضيف اختيار لتا فيش هنا إذن فيش أين هي فيش نذهب إلى لتر F فيش نضيف هذه السمكة الجديدة إذن طبعا كما سبقنا إذن سنحترم نفس 51 نقوم بتصغيرها إلى 50 ثم نذهب إلى كوستيم لنبدلها إذن سنختار هذا اللون الأصفر إذن تصبح سمكة صفراء بالطبع كما تعلمنا سابقا إذن ما علينا سيما أن ننسخ هذا الكود وأعطيناه للسمكتين السابقتين ثم نعطيه لهذه السمكة الحالية لتقوم هي كذلك بدورها بالتحرك إذن سنوقف العمل ثم نعيد مرة أخرى إذن لاحظوا لدينا ثلاث أسمك الآن تسبح بكل حرية إذن بالنسبة لهذه السمكة إذن لاحظنا أنها تنقلب كثيرا إذن سنقوم بتعديل الديريكسيون الآن ها هي تسبح بشكل جيد مثل بقي السمكات إذن كل العمل الذي نقوم به فهو الآن يتسجل إذن وصلنا إلى دقيقة 48 يتسجل بالصوت والصورة وطبعا كما قلنا يتم ذلك في حدود 15 دقيقة إذن لا يتم تجاوز 15 دقيقة وإلا فعليك إذن شراء النسخة الاحترافية نشكركم على تتبعيكم من الحلقة ونرجو أن تكونوا قد استفدتم منها ونعيدكم إن شاء الله أن نأتيكم بالجديد فيما يخص برامج جديدة لتشجيل شاشة الحواسيب شكرا